اقرار من الرئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس في يوليو 1956 اعلن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم شركة قناة السويس المملوكة لكل من بريطانيا فرنسا وقررت اسرائيل في هذا الوقت الهجوم على مصر مدعومة سرا من قبل بريطانيا فرنسا وفي 21 اكتوبر هاجمت القوات الفرنسية والبريطانية اهدافا مصرية فراجعت القوات المصرية في الدفة القربية واغلقت قناة السويس ثم فرضت واشنطن وموسكو وقفا لإطلاق المعارض وانسحبت القوات الفرنسية والبريطانية ازمة السويس كانت انتصارا لاسرائيل التي اثبتت ان في غدون 8 سنوات وبفضل الدعم الامريكي والغربي اصبحت قوة اقليمية الرئيس عبدالناصر خرج من الازمة وهو واثق بانه قاتله وحصل على نصر كبير ضد النفوذ الغربي في الشرق الارسي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة